الحكاية التانية بقى هي حكاية فيها اتنين اتنين واخي اتنين ده رقم جميل هي الحكاية التانية وفيها اتنين اتوجه اتوجه بكل السعادة وبكل الحب الى النادي الموهوب الى النادي العظيم الى النادي الجبار الى النادي القوي نادي الزمالك الرياضي النادي الملكي بفوزه بكأس مصر بصوا جماعة اللي تعامل مبارح مش ماتش اللي تعامل مبارح لوحة فنية ايه لعب الزمالك ده ايه الموهبة العبقرية دي على فكرة الزمالك مبارح فاز بالموهبة انت بتتكلم على خمستاشر ستاشر لعيب موهوب جدا انا عايزكم تتفرق انا شو اتفرجت على الماتش تاني بصوا على اللمسات بصوا على الحركات بصوا على الامكانيات هذا نادي ملكي هذا نادي عبقري معليش خلونا اتكلم شواء عن الزمالك لانه من مبارح بيتكلموا عن الاهلي خسر ليه مش الزمالك كسب ليه تعارفين طبعا اول ما يغلص الماتش يقولك لا 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 الاهلي محتاجين احنا ما لناهم طب واللي كسب ده بعدين بعدين مش مهم مش مهم فانا بقول لحضراتكو ان الزمالك قد فاز بالامس لانه عنده عدد من اللعيبة الموهوبة عنده عدد من اللعيبة الشابة العبقرية عنده عدد من اللعبين اللي كان عندهم ثقة فريرة ده مديهم ثقة غير عادية مبارح الزمالك كم ممكن يخلص الشوت الاول اربعة خمسة مستريح انت تلاعب نادي مستسلم النادي الاهلي في الشوت الاول كان مستسلما كان مرتبكا كان تعبانا كان مرهقا لم يأتي النادي الاهلي في الشوت الاول بالامس خالص انت بتتكلم على لعيبة زي الجزيرة وزي بن شرقي هو اللي عمله بن شرقي امبارح بن شرقي يا جماعة كان بيلعب بيقول لهم ايه انا عايز اقفل افلشيك بلفت هدايا انا عايز اعمل لكم حاجة حلوة حاجة عظيمة حاجة جميلة عشان دايما تبقى فاكرني الولد امبارح صايد كرة في العرضة العرضة قابت ان الكرة تدخل علشان خلاص القائد الشناوي اداق بقى القائد الشناوي ابتدى يزعل القائد الشناوي مبارح كان عنده يعني كوابيس مع اللي بيجرى يا جماعة نحن نتحدث عن خط دفاع ولا مرة هاجمناه غير وعدنا منه محمد هاني علولي ملولي فلولي كل العبقرة دول لم وعلى فكرة انا ما بحفلش انا بكلمكم على اللي حصل لم تحاول الجزير مبارح او بن شرقي او زيزو او اي حد او امام عشور اي حد اي حد حاول يعدي عد بمهارة وبعبقرية بمهارة وعبقرية ثم جعل خطأ انه يعيني المدرب عايز يحافظ على النتيجة انت ما تقدرش تلعب قدام الاهلي خمسة واربعين ديام مدافع يعني عمل اخطاء بقى في التغيير طلع الجزير وعايز يوطد وعايز تموت المتش خمسة واربعين ديام على الاهلي مالك الحظ ده مالك الحظ يا جماعة ده لو خد دين تلاتة سياعة كان يجيب اربعة جوان ولكن بالامس فاز الفريق الافضل والفريق اللي قدر يبقى واقف على رجليه يعني حتى في الشوت التاني رغم هجوم الاهلي كان هناك اوقات انت وجون انت وجون انت وجون انت بتلعب في شوارع وممرات مفتوحة فطبعا لم يكن الاهلي ابدا في مستوى او اقل وعلى فكرة هذا ليس غريبا وانا قلت في البرنامج ده الاهلي مش عايز مدرب جديد الاهلي عايز فريق جديد فاحنا بنلعب قدام فرقة يعني عندها مشاكل هم احرار فيها انما في النهاية الخطة بتاعت فريرة اللعبة الصغيرة السقة انت كنت بتشوف دفاع الزمالك بيوقف الكرة ازاي على فكرة الراجل ده عمل وحل مشكلة الكرة المصرية في التسليم والتسلم شوف اي لعب مسك الكرة من الدفاع بيودع مفيش تطفيش بتاع الكرة من راجل للرجل استلام وتسليم اللعبة دي بتعرف تسلم وتستلم مهاراتها الرئيسية كلها عبقرية ثم يروح واخد الكرة وروح واخدك في ظهره وبعدين يفرجك على الهرم وبعدين يوديك المعادي وبعدين يروح مرجعك تاني وبعدين يعمل تاكل على الكرة مرة تانية ومرة تالتة انت تفرجت على فرقة بتقوم بكل فنون الكرة الحديثة ادوا يا جماعة الحق للزمالك ادوهم واجبهم ادوهم التعب اللي تعبوه ادوهم ان هم داخلين وسط ايوة الاغلي دايما هو الكعب انا مش عايف ايه موضوع الكعب اللي شغلنا في ده كعبه اعلى ولا كعبه ثلاثة سنتي ولا اربعة مفيش كلام من ده زمالك النازل ثابت قوي عارف بيعمل ايه على فكرة احلى شوت اول او شوت كامل شفتوا الزمالك في حياتي انا بتفرج من يوم كابتن علي خليله وحيد كامل ويمكن كمان من قبل كد انا ما شفتش اللي حصل مبارح ده انا ما شفتش زي بن شرقي انا ما شفتش زي جزيري انا ما شفتش زي زيزو انا ما شفتش زي الوينش انا ما شفتش زي نمار انا ما شفتش زي عواد تعاملك يا جماعة سيبوني بقى تعاملك عواد تعاملك عارف يعني تعاملك قالك انا اهو انا اهو انا اهو امر اربعتاشر اهو سكر قدامك اهو فامبارح انت بتتفرج على فرقة بتوري اسلوب بتوري طريقة بتوري هو ده الزمالك اللي احنا عرفه الزمالك المدرسة فن ولعب وهندسة على فكرة في اوقات كثيرة كان الزمالك يخسر مباريات لرغبة اللعيبة في الفن انت عندك لعيبة مبارح كان بتعمل قيمة انت عندك لعيبة مبارح كانت بتعرف ازاي تستلم وتسلم ويتحرك من غير كرة كل ده من البروفيسير بالنما البروفيسير خاف البروفيسير جات له حالة خوف ومبارح رفع يده كده وكان بيرى خراب يعني كان حالته طعبانة جدا فخوفه ده قال لك لأ هدى ورجع دوره ووقفل هنا ونزل هنا وانا مش عايزة لغم انه هو قال نفسه هو البروفيسير بعد المتش انا غلطت في تغييرات كتيرة انا غلطت في اشياء كتيرة فمبارح احنا بنتكلم على محمد عواد حسام عبد المجيد الصاعد الواعد المتوعد محمود حمدي الوينش اسطورة الوينش اسطورة الوينش مطهر يعدي دي طول اي حاجة في المنطقة يعلب وياخد الكرة وملعات لا بقى بيدرب ملعات لعيب ملعات حمزة المثلوسي احمد فتوح رايح امام عشور اجماعة امام عشور ده كتلة من الموهبة لو يركز امام عشور ده يبقى فوق روبة السنة الجاية رغم ان انا ما تمنياش انما امام عشور ده الخبس الزكاء المهارة اللعب اللي بالفن الجوني اللي جابه مبارح غير طبيعي غير طبيعي ايه اللي انت بتعمله يا ابني ده انا انا قمت وقفت ونطيت فوق الكنبة قلت له ازاي كيف يحدث هذا يا امام محمد عبدالغاني نمار نمار ده يعني يعني لازم لازم يتزبط لازم يتوق يعني لازم الاعتناء بيه اعتناء كبير انت الراجل هنا بقى ميزة المدرب الكويس انت مش بتنزل لعيبة بالأسامي انت بتنزل لعيبة بالتدريب انت شايف التدريب عامل ازاي شايف قدرته عامل ايه وبعدين تيجي تقول له ايه انزل أهل وزمالك زي منزل فاروق جعفر من اربعين سنة عنده ستتاشر سنة انزل الأهل والزمالك يجيب البللتي جون والماتش تقفل يومية الماتش تقفل فانا جاي بشيلك ايه انا جاي بشيلك مسئولية انا جاي بقولك خد يا ابني انت نجم ما انا ممكن اجيب من على الخط عندي كتير انما خد يا ابني انت نجم زيزو زيزو عايز تغيزو هات له زيزو زيزو ايه القدرة الجثمانية دي ايه الكورنرات اللي بتترفع دي ايه الكور السبت ايه الرجل الموزونة دي ده عنده ناشين كان يا جدعان ايه النقل ده ايه الضبط ده المزاج ده يا جماعة احنا بنتفرج على لعيبة مزاجة تلي امبارح المزاج كان عالي المزاج كان عالي ولذلك انت بتتفرج على اداء ثابت واثق ما يتهدش ما يقعش اشرف بن شرقي بص يا اشرف انا لو معايا فلوسك يابني ادفعها لك اشرف بن شرقي ده امبارح خلاص يعني خلاص لعيبة الاغلي فهمت ان هذا رجل لا يتم ايقافه ولن يتم ايقافه خلاص يعني انت هو وصل اللعيبة المرحلة انها خايفة تخش عليه لانه بيعدي من واحد واثنين وثلاثة وينقل واحد واثنين وثلاثة لعيب مبهر يا جماعة ما تعادولنا بن شرقي يا جماعة احنا عايزين بن شرقي بن شرقي عظيم ايوة الزمالك ولاد والزمالك الاجيال بس ده لعيب برلانت برلانت ما فيه وش دي فوق واحد ادش ادش فيه اس وان اتنين اللي هو الحاجات الدرجات بتاعت الالماز الماز يابني وصيف الجزيرة صيف الجزيرة ده مديني احاق كده ان انا معايا لعب من البرازيل صيف الجزيرة ده برازيلي تلعب مع واحد انت عندك لعيم عنده قدرة انه يجري وياخد الدفاع كله وراه ويعدي من واحد واثنينه الكرة اللي رفعها سم انما ايه الحساسية اللي في الرجل دي ايه الحساسية خد يا تراب زيزو كان في المعاد في الانتظار مع الكرة مع البتاع معيش يا جماعة من الازل بقول الحاجات اللي ما تقلتش مبارح ما حد سدنا حقنا فانا ناخد النهاردة حقنا تلت ومتلت والبرنامج بتاعي وانا حر يعني انا في البرنامج بتاعي وانا حر يا رب نخلص بكرة مراناش اي حاجة فامبارح الاداء امبارح القدرة امبارح الاحتراف امبارح المدرب امبارح اشياء كثيرة جدا وعلى فكرة انا مش مع الناس اللي كانت شايفة النشروط التاني زي مالك زي مالك كان موجود وإلا انت قاعب بتدفع قدام ايه قدام موجات انت فجأة الاهلي موجات 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 الاهلي كله كان قدام انت كنت شايفة القاعد الشنوي هو بيلعب من على نص الملعب كان وارد وطبعا انا جيت لقيت بقى سبع دقايق وفت بقى قلت ايوه 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 السبع دقايق المشهورين الدقيقة تسعة وتسعين يا حنان يا منان وعدت ادعي كل الدعاء اللي انا عرفه لغاية تم فجأة الراجل صفر وانا مش مصدق الدعاء ما تحركت من مكانها حسيت ان الدعاء ما بتلعب بعد الملاحظات سام نوتس هوامش عارف زي بقى المفكرين الكبار يقولك عندي هوامش الهامش الاول هو حد شاف شيكبال اوه بيرفع الكاس ايه حالة الهرج والمرج اللي ليه ما فيش ترتيب واضح انه الناس والراجل اللي بقى وايف ويقدر يرفعوا بشكل يعني فيه ايه وفجأة الكاميرا بقت من فوق قوي ومش عارف دي حاجة حاجة التانية بقى سيد عبدالحفيز بغضب ايه اللي انت عملته مبارح ده يا سيد ده انت مدير كورة ومدير كورة في نادي كبير الحركة اللي انت عملتها مبارح وان انت ممشيتش في ممر الشرف ومشيت برة ممر الشرف حركة بلدي حركة بلدي حركة ما فيهاش اي اخلاق رياضية يا راجل هو جوه ممر الشرف دول هم كيرو عايزين منك ايه تعتعدي وسط ايه بيسقفولك بيحيوك ابتدينا نشوف الحركات الشيك الحركات الحلوة انما سيد عبد حفيز لا سيد عبد حفيز قرر يعمل الحاجة اللي لو كان لعب عنده عملها كان هو لازم يعاقبه انما مين اللي حيعاقب سيد عبد الحفيز ده انت مدير كورة ده انت اللي لازم تعلم اللعيبة القدوة انت لازم تبقى قدوة يا سيد سيد يا سيد انت جواك السودة هو ليه انت باد لوزر ما تخسر يا أخي انتوا ليه ما بتخسر فيه ناس في الأهلي على فكرة ودي مشكلة البعض في الأهلي ما بيعفش يخسروا ما بيعرفش هو يقبى أنا ما اخسرش أنا ما انا ما دخلش في التاع أنا سيد عبدالحفيز أنا نادي القرن لا انت لازم تتحلى وعلى فكرة يا سيد درياضة ده مش وظيفة انت لازم تكون نموذج ما يجي شاب في النشئين في الأهلي ولا في الزمالك يقولك يا كابتن هو أنا يوم يعمل يقوله ممر الشرف ده وإحنا خسرانين اعمل ايه مش هتقوله امشي برة ومتاخدش الميداليا وما تسلمش وما تعملش لا يا سيد لا يا سيد كده غلط وسيد لازم محمود الخطيب يعاقبه وسيد لازم يوجه إليه اللوم وسيد لازم اتحاد الكرة يعاقبه ويعمله غرامة لأنه ما ينفعش الكلام ده وإلا الأهلي مش عرسوا ريشا سيد غلط وسيد لازم يعتذر طبعا اللي أنا بقوله ده فوق الكيان أصله لا ما ينفعش انت بتكلم مين انت بتكلم مدير الكرة في الكيان على فكرة على فكرة المفروض ان ده نادي المبادئ هو ده المبدأ اللي انت بتعلمه للناس يا سيد هو ده المبدأ انه ايه عرف ازاي تخسر وكل الشباب اللي وقفين دول حيث عفولك يا كابتن سيد نورتنا يا كابتن سيد المرة الجاية ان شاء الله فتقول لهم بعينك ده الاهلي جميل وتتصور معهم ليه اشمعنا انت اشمعنا انت اشمعنا انت دون العالم العمر اللي يجرني الى النقطة التالتة اما الاهلي يكسب الزمالك في اي وقت لازم احنا كزمالكوية نشرب المر طول الليل كابيش حقاكوا بتشوفوا انا ببقى راجل يعني انا خسرنا يا جماعة وحرم عليكم ومبروك للاهلي مش كده الاهلوية عايزين يبقى اول ما يخسروا يروح معاملك ايه ترند ايه عن روح الرياضية طب واحنا مش هنحفلش لا 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 انت ما تقرب ليش ولا تجيب سيرة نادي خلاص كسبتي اسكت واسكت ليه واسكت ليه على فكرة مصر طلع فيها مبارح زي ملكوية كتير اوي 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 يقول لك لا لا خلاص الروح الرياضية طب ايه الروح الرياضية انبسط افرح انا مغلطتش فيك انا مبقولش عليك حاجة حبيقول لعبنا بشرف وانتو خسرتو بشرف واحنا كسبنا بشرف واحلم الشرف مفيش ايه الفكرة ليه انتو باد لوزرز النهاردة حقول لكم مثال بسيط الاقلي دخل نهاردة يتدرب الجمهور بتاعه شتى مفرحة فيه التدريب هو برشلونا مش خسر ده برشلونا اتمسح بيه الارض ريال مدريد اتمسح بيه الارض مانشستر يونايتد مدخلش في الاربع اتمسح فيه الارض بيه الارض ايه المشكلة يعني تتعثر الفرق طب هو ايه قيمة الجمهور انا جمهوري مستو ايه معايا انه لما اتعب على جمهوري مش لما اكسب على الجمهوري انا امتعب مش لما اكسب وقف جنبي يا اخي انا بقول للنادي الالي وقفوا جنب جمهوركم اللعبة مش عارفة تعمل التدريب هو ده الجمهور الكبير جمهور جبار لا الصح ده احنا عبطال بقى ده احنا شربنا المر ورغم ذلك سنظل اوفياء نفضل نفضل تماما انه عندنا مشكلة ان احنا بنحب النادي بتاعنا وبنقف وراه لاخر لحظة انا بتفرج على الزمالك وهو في المركز الرابع او الخامس او السادس تفرج على الزمالك وهو مغلوب وهو كسبان في كل احوال انا بحب لعبت الزمالك واحد واحد في كل احوال يا جماعة انا بطلب من النادي الاهلي علموا اولادكم الروح رياضية علموا اولادكم انه المكسب والخسارة موجودين ده هي دي سنة الحياة وعلى فكرة انا من الناس اللي شايف ان الماتش بتاع مبارح ده ممكن يخسر الزمالك الدوري لانه الاهلي هيكون يعني شارس شارس بقى شراسة غير طبيعية لانه خلاص مفيش غير الدوري وانتم تعلموا وانا اعلم انه الزمالك في بعض الاحيان الكثيرة عنده فصول بيخ يعني ممكن يكسب الاهلي وممكن يتغلب مش عايز اقول من اسم فرقة صغيرة وبيقولول انه خبر الغائل تدريب ده صح او غلط مش ده المهم المهم يا جماعة لو صح او لو غلط اقفوا جنب فرقتكم ايه المشكلة اللي اتعمل مبارح فيه هاشتاجات معمولة من النادي الاهلي ضد لعيبة في النادي الاهلي غير طبيعي طب اوف داي اللعيب ده النهار ده مش قد كده محمد هاني نا تعباء اقش النياو ده جوم مصر مبارح اوف داي اه اواخد حصل لعيفة في نفس الوقت ارجوكوا اتعلموا فكرة انك تخسر لانه تعلم الخسارة بيؤدي للفوز بعد كده ازاي تعرف تخسر وتقف عرجليك انما الحالة اللي احنا فيها دي وهذا التطاوس من بعض الناس في النادي الاهلي ليه احنا كسبنا بارك لنا انتو وخسرتو هارد لج فيه ماتشاط جاية تاني كتير ان شاء الله الزمالك والاهلي يفضلوا انا لما اتفرج على اداء زي ايه ده انا مبارح الراجل مدرب المنتخب الجديد ده كان بتفرج انا استغربت حاجة مبارح برضو انه فيه ناس من النادي الاهلي قالك نماشي المدرب نماشي المدرب الراجل جاي بقى له اسبوعين ولبس لك زي لنسكي مبارح وحاجة جندة جدا بقى له اسبوعين قالك نماشي المدرب لا المدرب لا مش المدرب اسأل اي حد في مصر حيقولك ايه المشكلة مشكلة واضحة وبينة وصريحة انما انا مبارح بتكلم على فرقة كانت بصراحة علشان بس محدش يشوف ان الاهلي خسر كده اي كلام لا كان بيلعب قدام فريق جبار انا بهني نادي الزمالك وبهني مدرب نادي الزمالك وبهني ادارة نادي الزمالك انه هم قدروا يعملوا المتش ده هل بقى ده موضوع تاني بقى اه عشان يدخلي زمالكاوي هل الزمالك يكمل كده مش عوايده انه هو يكمل كويس يعني مش دايما انما هيقدر ان شاء الله احنا البنى بيض ونفسنا يا جماعة انه الناس تفهم الرياضة اللي عمله سيد عبد الحفيز المبارح ده يخلي الناس تفهمش الرياضة تفهم الكيد تفهم السواد تفهم انه ما 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 اخسرش انا عظيم لا بنخسر وبنقع كتير في حياتنا كتير في حياتنا لما بنشوف الاهلي وبنشوف سيد عبد الحفيز فايا حد مبروك يا كابتن والله كسبته ولعيبة يا هيلة وعظيمة والاهلي ونروح الفن الله الحمرة بالمناسبة اخر هامش جمهور النادي الاهلي اتربى عنده فكرة عظيمة انه النادي بتاعنا دايماً هيكسب في الاخر دي اتربت جواه معرفش صحة او غلط ده موضوع يعني نتكلم فيه انما تلقى جمهور النادي الاهلي ايه في وسط المطش كده فالاهلي بقى خلاص مغلوبه بتاع انه ايه بيفكرني بمحمد نوح زمان مادد 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 شدي حلك فالبلاد طعف لا مش دايماً كت انا بقول لجمهور النادي الاهلي مهما هتفت الهتف جيد ونادي جبار ونادي عظيم انه لازم تعرف انه المطشات ما بتتقلبش بس بالهتف المطش فيه اشرف بن شرقي المطش فيه زيزو المطش فيه عواد المطش فيه فريرة المطش فيه نمار المطش فيه الوينش المطش فيه المسلوسي المطش فيه الجزيري المطش فيه حاجات مهمة غير الهتف انا لو ليا نصيحة للجمهور بتاع نادي الاهلي لأن الجمهور النادي الاهلي كذا مطش ورا بعد فاكر ايه انه هو ايه خلاص بقى والخمزة مش دايماً مش كل مرة حتسلم الجر والحظ بيجي مع المجهود ما بيجيش مع اللا مجهود يعني من غير مجهود خالص ويجي لك الحظ كده كنا كلنا عدنا في البيت الف مبروك للزمالك وارجوا بقى الاعلام الرياضي لو سمحتوا ارحمونا اتخنقنا اتخنقنا انا مش عايز اقول اسامي مبارح المطش خالص بقى له عشر ثواني لا 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 احنا لازم بقى نشيل مش عارف مين ونو طب الراجل اللي كسب انا كتبتلهم حتى تويتا مبارح انه انا بوجه نظر حضراتكم انه الزمالي كسب هو احنا مش بنتفرج على استوديوهات تعليق سواء كانت عربية او اجنبية برة هل المطشم ما يخلص يشوفه الفريق اللي اتغلب ولا الفريق اللي كسب الاولوية للي كسب الاولوية ادوله حقه ده الراجل مبارح قاله عفوا يعني فيه مواطن زي ما الكوي كان قاعد وعلى فكرة كان جامد قوي قاله طب اقول حاجة بقى عايزة يعني عايزة اقول حاجة بقى زي عمال يعني عايزة اقول حاجة بقى هو في حتة تانية او كل حاجة بس عايزة اقول حاجة بقى يا جماعة طب لو جي مثلا بيرامدس خدل دوري بكرة مثلا هتعملوا ايه انتو عايزين كورة ودوري ولا عايزين سيطرة النجم الواحد والفرقة الواحدة بقى فيه منافسة بقى فيه حاجة نتفرج عليها بقى فيه اخد ورد انت متفرج على الدوري الانجليزي انت الاخر دقيقة في الدوري الانجليزي ده اخر ثانية انت مش عام ميلة حيكسب منشستر سيتي ولا ليفربول ولا بش عام كل واحد بيلعب وبيجيب نقط وبيتعب وبيشتري وبيودي ويجيب انا مبسوط وعلى فكرة امبارح كان فيه جمهور ياريت الخمس تلاف دول يبعو عشر تلاف هو مجرش حاجة جمهور كان مثالي جدا بصراحة الناس قاعدة في المدرجات بتاعتها بتهتف اغانيهم حلوة شكلهم جميل الخمس تلاف يبعو عشر تلاف ويبعو خمس تلاف على فكرة حاب نبني استداد دلوقتي لسبعين وتمانين الف لمين عشان الناس تروح بقى وبالنظام ده الامن اللي موجود الكاميرات اللي بترائب التوعية من الاعلام مش لازم يبقى فيه بقى النازعة بتاعت انه اه لا ومش عارف ايه واحنا ما بتغلبش والحكام طب انا عايز اقولكو حاجة والحكم بتاع مبارح ده كان عبقري يعني بس انتوا عارفين ليه لانه خواجة احنا بقى كل ما يجي واحد خواجة اه هو هو اه وطبعا وطبعا لما نسني على خواجة لانه عمل حاجة نسني على عكسها في الخواجة التاني بس هو عشان خواجة الخواجة جيه فيبالخواجة بيفهم يبالخواجها صح الخواجة مبارح كانوا قمتوا قرارات كتير غلط الخواجة مبارح عمل حاجة غريبة جدا راح للمدرب بتاع الالي وشاور له انه عنده سبع دقائق وقت من امتى احنا بنشوف الكلام تا من امتى احنا نعرف الكلام وانذارات غريبة جدا كان الماتش لابلي نقطة اخيرة لحظة اخيرة والله خلاص انا بحب انا كعمري انا اما يكون قدامي المعلقين اللي بيعلقوا انا بحب متحة شلبيه رغم اشياء كثيرة رغم ممكن اقولك على حاجات كثيرة ممكن بس متحة شلبي في مستين عظام وده انا بتكلم بقى انا راجل بفهم في الاعلام اولا متحة شلبي بيتكلم في الماتش للأسف بره وجوه عندنا معلقين بيعودوا يحكوا حواديد غير طبعية متحة شلبي تسعين ديها بيتكلم في الماتش كلمك عن لعبين وطريقة اللعب وطبعا غير انه هو كان مدقي انه أفسا مش فى مكانه الطبيعي ولما أفسا دخل فى مكانه الطبيعي كابتن متحة شلبي روح يروح يروح قالك اهو أفسا رجع تاني يا جماع طب ما عنه ما رجع احنا هنقعد ناليا دي عليك يا أفسا ارجع مكانك تاني يا أفسا طب احنا مالنا عنه ما رجع طبعا فضل يهتف الكابتن الجنرال حبيب قلبي إنما ما علينا اللي في القلب في القلب يعني مهم أنا بحب متحة شلبي لأنه المعلق الوحيد مش الوحيد من القليلين يعني اللي في مصر اللي بيتكلم وبعدين متحة شلبي موهوب ودي حاجة احنا بنفهمها في شغلتنا موهوب يعرف يقول الكلمة يعرف يطلع التخريجة يعرف على الهوى ترك يروح أي الحاجة سعب بتافلت إنما هو بييجي منه من وحيه ومن كلامه إنه الدماغ في جزء من الثانية روح مطلع جملة غير طبيعية نحت الجملة عند متحة شلبي غير طبيعية فأنا أحب أسمع متحة شلبي عن أي معلق تاني جايز حضراتكو يبقى عندوكو يعني تقدير آخر في النهاية زمالك كسب الأهلي خسر مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي ومثالة المنافسات قادمة أهلي يقدر دايماً يرجع روح الفانيلا الحمرة إدارة النادي الأهلي كل العوامل اللي موجودة فيها أياً كان هم هيعملوا إيه وأياً كان مشاكلهم إيه وأياً كان الإعلام الرياضي كله قاعد يحللهم المشاكل وهو بيزبط لهم الحياة الزمالك كسب الحمد لله شيء جميل شيء عظيم نادي محترم نادي لعب ماتش تمبسط منه يعني أنا مبارح نايم مبسوط بعدت جبت شوية فراخ كده وعدت أرقط فيها بالليل بعد الماتش كنت سعيد جداً وبعدين روح تضارب واحد زبادي بالعصى اللبيض وعليه حطة إشتة كبيرة وبعدين جبت عصير بورتقان لطيف كده برضه قبل ما نام فنمت كالطفل وصحيت كالطفل وعدت أبص كده على الناس وهي بتعمل حاجات غريبة ملايش دعو بالروح الرغضية هنطلع في فاصل الإعلام